السلام عليكم ورحمة الله تحية طيبة لجميع المتابعين اليوم الأحدى الموافقة للثامن والعشرون من شهر مايي الفان وثلاثة وعشرون أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تابون اليوم الأحدى بعد ترأسه لمجلس الوزراء تعليمات بتثبيت اللغة الإنجليزية بداية من السنة الثالثة ابتدائي وذلك بفتح تخصص أستاذ تعليم ابتدائي في اللغة الإنجليزية فورا بداية من الموسم الدراسي الفان وثلاثة وعشرون على الفين واربعة وعشرين كما ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تابون اليوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول عروضا منها متابعة مخلفات التقلبات الجوية الأخيرة والتدابير المتخذة بشأنها ومشاريع قوانين تخص قطاع العدالة المالية كذلك أمر بتخصيص عشر مليار دينار ما يعادل ألف مليار سنتيم فورا من صندوق الكوارث لتعييش متضرر التقلبات الجوية على أن ينتهي التعويض نهاية الأسبوع الجاري ويأتي هذا خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء أين أمر الرئيس تب بإعادة ترميم كل الطرقات المنشآت فورا وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن لنتائج الاجتماع فقد أمر الرئيس أيضا بتخصيص حافلات نقل للمتمدسين بالمناطق التي يتعذر حاليا الترجل فيها نحو المدارس على أن تعود الحياة لمجراها الطبيعي في كل المناطق المتضررة خلال أسبوع على أقصى تقدير كما أكد على ضرورة تسليط أقصى العقوبات على المعتدين على رجال كل الأسلاك الأمنية وعلاوة على حماية الأطباء وأعوان السلك الطبي كما أمر بتشديد العقوبات أيضا على المعتدين على الأساتذة بالإضافة لا تشديد العقوبات ضد أي شخص أو جماعة منظمة تستهدف المنشآت القاعدية وخاصة شبكات النهب والسرقة وتخريب الكوابل النحاسية كظاهرة تشهد انتشارا واسعا تستدعي المواجهة ترجمة نانسي قنقر